بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الأعزابي المقطع بإذنه رح نحل مع بعض الاختبار الثاني في بحث الأشكال الرباعية عم بيقول لي أجي طوله ستة إذن القطر الأول هذا طوله ستة القطر الثاني بيدي هذا هون طوله أربعة عم بيطلب المساحة إذن مساحة الرباعي تسابي أن نصف القطر الأول اللي هو أربعة بالقطر الثاني ستة بسين الزاوية المحصولة بينهم سين التسعين هو واحد فالأربعة معم لتنين أعطتني اتنين اتنين ضرب ستة اتناش الجواب جه السؤال الثاني القطر الأول ستة القطر الثاني ثمانية زاوية بيناتهم مية وخمسين بده المساحة إذن المساحة هي نصف القطر الأول ضرب القطر الثاني بسين الزاوية سين المية وخمسين مثل سين الثلاثين يعني أيضا نص ويساوي النص مع النص مع الـ 8 يبقى عندي 2 2 بـ 6 12 الجواب أيضا السؤال الثالث يقول لي بـ D طوله 6 إذن هذا القطر الخارجي طوله 6 A-J طوله 2 القطر الداخلي للرباعي طوله 2 يطلب المساحة أيضا المساحة هي نصف القطر الأول بالقطر الثاني بـ 90 هو 1 الـ 2 راحت مع الـ 2 إذن جواب 6 جوابه D السؤال الرابع B-D طوله 8 وـ A-J طوله 4 القطر الداخلي هذا طوله 4 يطلب المساحة إذن المساحة هي لنا نصف القطر الأول بالقطر الثاني 4 بـ 120 مثل 60 جزر 3 على 2 الأربعة راحت مع الـ 2 إذن 8 بجزر 3 فالجواب J السؤال الخامس انتبه إلى المسلس A-D-J هذا مسلس قائم زوايا 75 15 90 إذن هون عندي 75 كلها قد نعرف أنه ارتفاعه هو ربع طول الوتر يعني ارتفاعه 4 فإذن الوتر A-J كاملا طوله 16 عم يطلب المساحة قلنا المساحة هي نصف القطر الأول 16 القطر الثاني 2 و 4 6 بيصين الزاوية المحصورة بين القطرين يعني بواحد 16 مع 2 8 8 ب 6 48 فالجواب هو A السؤال السادس انتبه لي إلى المسلس A-B-J هو مسلس قائم وعندي الخط B-A هو خط متوسط إذن بشكل لي هون ثلاثية رائعة يعني هذا الطول 6 وهون أيضا 6 وهون أيضا 6 انتبهي إلى المسلس A-B-A أصبح مسلس متساوي الأضلع يعني زاويته 60 هلأ مساحة الرباعي المساحة هي إلا نصف القطر الأول 6 و 6 إذن عندي 12 القطر الثاني أصبح 18 B-60 هو جزر 3 على 2 الآن الـ 12 مع 2 و 2 يتبقى عندي 3 إذن 3 ضرب 18 يعني 54 بجزر 3 فالجواب هو A السؤال السابع في عندي نسبة إذن إذا A-A-K A-J 2K إذن هون 2K و K عم يقول لي مساحة ABD 40 ABD مساحته 40 فعم بيطلب مساحة الرباعي كاملة شباب بغض النظر سواء كان هذا ارتفاع ولا ما كان ارتفاع أيضا فيني أتعامل معه وكأنه ارتفاع إذا K عطاني 42K رح يعطيني 80 المجموع 120 فالجواب هو A هلأ قد واحد يتساءل أنه ليش أنا عم بعتبره حتى لو ما كان ارتفاع كيف عم يتعامل مع هذا الأمر بقول لو كان ما له ارتفاع خود عمود وخود عمود من هون رح يتشكل عندك هون هذا بنسمي كليبك فصار عندك نسبة هذا الكليبك K إلى 2K إذا اعتبرته H هون عندك 2H إذا H أعطاك 40 على قاعدة هي بيدة ف الـ 2H شيء أكيد بدأ تعطيك 80 على نفس القاعدة اللي هي بيدة السؤال الثامن أيضا عندي تناسب 2K P 3K إذا A G 3K و A 2K عم بيقل لي مساحة الرباعي كاملا 60 طيب فين أقول أنا الـ 2K تعطيني مساحة 2A الـ 3K تعطيني 3A أصبح عندي 5A بيساوي 60 فإذا الـ A هو 12 بدأ ABD ABD هو 2A إذا الـ 2A بتساوي 24 جوابه D السؤال التاسع S2 6 و S3 2 و S4 أربعة يطلب مني S1 أنا أعرف جداء كل مساحتين متقابلتين بيساوي جداء المساحتين متقابلتين المتبقيتين إذن 4 ضرب 6 يساوي 2 ضرب S1 هذه مع الأربعة أعطتني 2 إذن S1 يساوي 12 جوابه D السؤال العاشر S3 أربعة و S2 أربعة بجزر L3 و عندي A A طوله 2 و BA طوله 4 عم بيطلب مني S1 المسلس A A B انتبه إلى 2 نصف الوطر يعني نصف الأربعة مع تزاويته 30 إذن هون عندي 2 بجزر L3 فمساحة هذا المسلس هي 2 مضروب ب2 جزر 3 على 2 يعني 2 بجزر 3 هلأ أيضا جداء كل مساحتين متقابلتين بساوي جداء المساحتين متقابلتين المتبقيتين إذن 2 جزر 3 مضروب ب4 جزر 3 يساوي 4 مضروب بالS 1 طيب صار عندي هون ال4 راح مع ال4 إذن الS 1 هو 2 ضرب 3 يعني الS 1 هو 6 فالجواب B السؤال إذا عندي توازي AB وZ D J إن بسبب التوازي رح يكون عندي هون الS 1 في مثل هون أيضا S 1 جداء المساحتين هدول بيساوي 2 الS 2 عندي 4 والS 3 هو 8 فلاحظ صار S 1 للتربيع يساوي 4 ضرب 8 إذن 32 مع S 1 هو جزر 32 16 2 إذن 4 بجزر 2 جواب D السؤال 12 في عندي توازي وأيضا عم يطلب مني مساحة شكل ربعي انتبه إلى الكليبك بالشكل التالي هذا السؤال رح أحله بطريقتين هذا الكليبك النسبة تبعيته 1 على 2 معتها نسبة المساحات 1 ل4 يعني إذا هون عندي 6 فهون عندي 4 ضعافة يعني هون عندي 24 24 هلا هذا سأسمي هون A وهون عندي أيضا A بسبب التوازي يكون متساوية إذن A للتربيع بساوي 6 ضرب 24 يعني 144 فإذن A يساوي جزر 144 12 إذن هون صار عندي 12 وهون أيضا عندي 12 هلا المساحة الإجمالية 12 و 24 24 48 48 و 64 54 جواب إه الطريقة الثانية للحل بسيطة تعتمد على أيضا الكليبك انتبه للكليبك المرسوم هون عندي نسبة هذا الكليبك هو 1 على 2 يعني إذا هون عندي K هون عندي 2 K و إذا هون عندي B هون 2 B طيب K عطتني 6 فال2 K رح تعطيني 12 نفس الإسلوب B عطاني 6 فال2 B رح يعطيني 12 هلا رح أشتغل على المسلس A D J وهذا الخط A بيقسمه إذا B عطاني 12 فال2 رح يعطيني 24 رجعنا لنفس الإسلوب أيضا بيطلع المجموع 54 السؤال 13 النقاط هذه في المنتصفات S2 هو 12 إذا هون عندي 12 S3 8 و عندي S4 14 عم بيطلب مني S1 نحن بنعرف كل مساحتين متقابلتين مجموع إذا 12 و 14 يعني 26 فإذا 8 لازم أجمع لها 18 حتى تعطيني 26 فالجواب هو A السؤال 14 S1 عم بيقلي هو 10 S2 هو 14 S3 هو 10 عم بيطلب مساحة AF قائل عم بيطلب مساحة الرباعي طيب كل مساحتين متقابلتين للمسلسين هدول 10 و 14 24 إذن عندي 10 فتبقى هون عندي 14 يعني يطلع المجموع 24 هلأ هدول المسلسات الأربعة بيعطوني نصف المساحة والرباعي هدو نصف المساحة الآخر إذن هذا يساوي مجموع المسلسات الأربعة 24 24 48 بالوسط فالجواب هو D السؤال 15 S1 هو 6 S2 هو 4 وأيضا S3 هو 8 عم بيطلب مني مساحة المنطقة المظللة لو أنا وصلت كمععم نحن أن كل المثلسين متقابلين مجموع يعطين نفس المساحة 68 14 عندي 4 إذن هون 10 هلأ هدول 14 و14 28 إذن هون عندي أيضا 28 صار مجموع المساحات المظللة 28 و10 38 جوابه D السؤال الأخير S1 5 و S2 هو 7 عم بيطلب المناطق المظللة لو أنا وصلت A F وأيضا M K هلأ هدول المنطقتين مساحتهم 12 فإذن أنا لو سميت هاي A وهي سميت B كمان عندي A مع B لازم يطلع 12 وهذا الرباعي مجموع الأربعة طيب أنا عندي 12 و12 إذن 24 هلأ المناطق المظللة هي 24 زائد AB يلي 36 جواب J بهذا شباب يصير نهاية هذا المناطق أتمنى تكونوا استفدتم شكرا كثير لأصغركم